ما يتعلق بالضمان هل هو عزوف من المواطن أم لربما قصوف المؤسسات المعنية بسبب عدم التثقيف وعدم الترويج لموضوع الضمان لا هو بالتأكيد يعتمد بشكل أساسي على قلة المعلومات ضعف المعلومات ضعف المعرفة بهذا القانون من جهة من جهة أخرى أرباب العمل أيضا يساهمون في تضعيف هذه الثقافة ليش لأن لو كل عامل يصير عنده ثقافة الضمان الاجتماعي باعتوره من اسمه هو ضمان يعني ضمان للعامل في الحقيقة ومشكلة ربما تقع على عاتق رب العمل أكثر من العامل نفسه هو وفقا للقانون العامل المضمون الذي يشتغل عند أي رب عمل يدفع 17% توقفات تقاعدية 17% تقسم إلى قسمين 5% يدفعها العامل بالراثبة و 12% من رب العمل نحن جئنا في هذا التعديل التعديل الأول لقانون التقاعد وضمان العمال سوين التوقفات التقاعدية 25% مساوية للتوقفات التقاعدية للموظف في دوار الدولة تدر الموظف 10% من راتبة 15% من الدولة جئنا نحن قلنا 5% من راتبة العامل في القطاع الخاص و 12% من صاحب الشركة و 8% من الدولة تساهم به ووصلناها إلى 25% أيضا وضعنا لأول مرة اسميناه العامل لنفسه هذا لم يكن مضمونه في السابق مشكلة رب العمل سيلتزم بهذا القانون سيلتزم بهذه التعليمات؟ طبعا هو قلت لك هذه الثقافة التي يجب أن تنتشر العامل إذا لم يضمنه رب العمل من حقه بمجرد أن يوصر شكوى إلى وزارة العمل سيتعرض رب العمل إلى عقودة شكوى لكل العمال يونف القطاع الخاص طبعا لكل العمال هم للأسف لأنه حتى لا يدفعل 5% فرب العمل يشجع حتى لا يأخذ الضمان وهو ما يعرف أنه إذا ما سجل بالضمان بالتالي بإمكان رب العمل أن يستغني عنه في أي يوم يشاء المعدة ضمان لا الدولة الداعيلة ولا وزارة العمل مسؤولة عندنا بينما كل عامل مضمون لا يستطيع رب العمل أن يغلق بمشروع أو يصفيه أو يقلل عدد العمال كيف عدد العمال مضمونين داخل الوزارة الآن؟ حوالي 650 ألف طبعا من مجموع حصائيات عندنا تقريبية طبعا ليست الدقيقة عندنا حوالي 6 ملايين عامل في القطاع الخاص يعني المضمونين من المعتموم مسجلين في الضمان لا يتجاوزون 10-12% من مجموع العمال